السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض درسمة جديدة والنهاردة الحس الرابعة بتاعتنا احضروا معي ورقة وقلم والوان ويلا بينا نبدأ الكورس هناخد مع بعض من حرف الزت اللي هو الحمار الوحشي هنبدأ مع بعض اول حاجة هنرسم مع بعض حرف الزت بس هرسمهم بالمسطرة عشان تبقى مظبوطة معي يلا هاتوا مسترة وقلم وابتقوا معي خطوة بخطوة طبعا انا عملت شرطة بالمسطرة من فوق وهعمل عصايا ميلة او واحد ميل وبعد كده شرطة عكس الشرطة اللي من فوق اللي هو حرف الزت يعني يلا خطوة خطوة معي عشان تقدروا ترسمها كويس زي ما قلت لكم الرسمة دي عايزة دقة فيها خطوات كتيرة وهي سهلة بس خطواتها كتيرة شوية دلوقتي هنجي من اول الزت من قدام وهنعمل دوران زي قوس كده دوران وهنطلع بيه فوق سنة صغيرة ويرجع ننزل تاني دوران لتحت شوية مستقيم اكتر من التاني هنوصله باللي هي حرف الزت الواحد الميل اللي هو ده دلوقتي هنيجي من هنا من الجزء اللي من تحت اقل من النص بشوية وهنعمل قوس دوران وهنقفده بدوران تاني بسيط اللي هو الجسم الحمار الوحشي شايفين قفلته ازاي خطوة بسيطة جدا بس اشتغلوا معايا خطوة بخطوة هنيجي من فوق عند المسلس ده وهنعمل قبله بسنة صغيرة زي ورقة الشجر كده هون اللي هو بنطلع واحد ميل شوية ونرجع بنقفله بواحد ميل شوية هيبقى المسلس في نصها وهنعمل بعد كده اللي هي الودن التانية برضو جنبها هنطلع سنة صغيرة ونعمل نفسها زي ورقة الشجر بالزبط ونطلع بخط ميل وبندي كوص صغير ودي العين بتاعة الحمار الوحشي بتاعنا دايرة بسيطة وجواها زي كوص وهنعمل تلعة رموش صغيرين رفيعين جدا هبينهالكم هبقى في التحديد لما اجي حدد ودلوقتي هنقفل اللي هو الحتة اللي من قدان دا افلناها كده بكوص صغير زي ما انتم شايفين دلوقتي هنبدأ نعمل الفم بتاعه عبارة عن شرطة صغيرة كده من تحت وليها برضو شرطة ثانية صغنوة في اخر البق هنعمل شرطة صغيرة وهنعمل الانف من فوق خالص صغيرة خالص شايفين الحتة دي؟ دلوقتي هنبدأ نعمل خط التحت موازي ليه بالضبط وهنقفله بدوران بسيط صغير لتحت قبل ما تخلص للاخر شايفين الحتة دي؟ برضو هنيجي جنبها وبعد الودن وهنيجي نعمل زي دوران صغير ده اللي هو شعره وهنقفله كده بقوس موازي لتحت وهنعمل خط تاني نفس الخطة برضو نفس الحجم بتاعه فرق بس نوص سنتيقه شايفين الحتة دي؟ هنيجي في ربع الحتة اللي من تحت وهنعمل خط كده وفي الحتة دي برضو هنعمل دوران او قوس صغير لتحت وهننزل شرطة وهنعمل زي شرشير صغيرة ونعمل قوس تاني عكس القوس الاولاني اللي احنا عاملينه ده اللي هو رجله شايفين الخط ده؟ هنيجي نديله دوران شوية بحنا بنعمله وهنمسح الخط الزيادة اللي اتعمل مني هنيجي عند الودن وهنعمل تاني هنعمل قوس صغير تاني زي قوس اللي اعمليه من بره بس اصغر من اللي بره شوية شايفين الخط ده؟ ده هنمسحه الخط اللي في النص ده هنمسحه يلا مسحه معي كده خليكم معي خطوة بخطوة وهيطلع بالضبط زي اللي انا عاملاه بس اهم حاجة تركزوا في الخطوات والحاجات اللي بمسح شايفين مسحة الخط ازاي؟ والخط هنا برضو ده اللي من تحت اللي عند رجل الحصان مسحته لو في حاجة تمسحت بالغلط وانا بمسح هادي ارجع اعيد عليها تاني بالقلم بتدوس بس على الرموش عشان تبان اكتر دلوقتي هنيجي من الحتة دي وهنبدأ نعمل اللي هو الخطوط اللي بتبقى مقلمة في الحمر الوحشي شايفين ازاي عاملاها؟ هعمل خط التحت وارجع اقفله بخط صغير واوسعه بعمل عشوائي واحد كبير واحد صغير واحد وسط هقعد اعمل علي الجسم بتاع كله بنفس الشكل بعمل اهو شايفين قوس كده وبعد كده برجع اقفله قوس لتحت وارجع اقفله ده هعمله طويل شوية هعمل قوس تاني ده اصغر من اللي قدامه ده هعمله طويل شوية عشوائي زي ما بقولكم واحد صغير واحد طويل واحد رفيع شايفين بدأوا شكله يبقى حلو ازاي وبدأ يبقى هنا هعملهم اتنين صغيرين كده حتى على رجلو هنا عملت برضو كوسين كده يلا اعملوا معايا خطوة بخطوة عشان يطلع حلو معاكم هزود هنا بس واحد تاني صغير وهنا برضو واحد تاني بعد ما بخلص كده ببص بشوف حاسها هو فين محتاج وابدأ ارسم فيهم يعني اعملت واحد صغير برضو من فوق انتهيق لي كده كويس ده شكله النهائي بعد ما خلص دلوقتي هنبدأ نحدد بالقلم الاسود الفلو مستر هنبدأ نحدد الرسمة بتاعتنا كلها زي ما قلتلكم قبل كده التحديد لازم بامشي خطوة خطوة بالراحة وخط واحد ما برجعش على الخط اكتر من المرة عشان ما يسوتش معايا ويبقى وحش انا نزلت الخط ده مرة واحدة انتو طبعا يمشوا خطوة خطوة عشان ما يفلتش منكم منين او الشمال ويبوص دلوقتي حددت رجله دلوقتي حددت رجله دلوقتي حددت جسمه برضو زي ما انتو شايفين بامشي بالراحة هبدأ دلوقتي حدد شعره دلوقتي دلوقتي الازن بتاعته اللي من برا واللي من جوه دلوقتي هعمل عينه دلوقتي حددت من برا عملتها اهي بانت معي في التحديد وهاقفل القص اللي من برق من جوه واسوده دلوقتي حددت الفم وانفه دلوقتي حددت الفم وانفه دلوقتي حددتها دلوقتي حددتها دلوقتي حددتها اخر واحدة بنعملها مبعض شايفين شكله حلو ازاي دلوقتي حنبدأ نسودهم باللون الاسود في المصدر باللون الاسود في المصدر او الخشب عادي زي ما تحب هعملوا كلهم بنفس الشكل انا بسودوا من جوه بس واخلي بالي ان ما طلعش من برا باللون الاسود ابيه قصير اذا قلنا التلutar 標 انتوا 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 وده الشكل النهائي بعد مخلصة تزليلهم كلهم باللون الاسود دلوقتي هجيب اللون معي الورنج واعمل الوزن من جوا من جوا بس الحتة رسمها من جوا وهجيب لون اسود خشب وهعمل الشعر بتاعه باللون الاسود انا مش جايسة على لون الاسود جامد عشان يديني اللون الروبادي شوية هعمل الانف باللون الورنج برضو هعمل الحتة اللي قدام برضو بنفس اللون الاسود الخشب برضو مش هدوس على القلم جامد هعمل بالراحة بخط كده كأنني بظلل اشتركوا في القناة وكده كون خلصت الحتة بتاعت الوش محسن ان هو محتاج في الحتة دي اعمل الخطوط اللي هي السودة هعمل خطين وهسودهم برضو زي ما سودت الاولانيين هعمل واحد صغير في النص واحد صغير من ناحية التانية حاسة كده شكله احلى واحد تاني صغير من هنا كده اكون خلصت معاكم الفيديو بتاعنا النهاردة يارب تكون الرسمة عجبتكم لو اعجبتكم الرسمة دوسوا لايك واعملوا السبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلهم كل جديد متنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على التليجرام او تبعتهالي على الصفحة بتاعتنا هتلاقوها موجودة في التسكريبشن ويلا اشوفكم في رسمة جديدة باي باي اشتركوا في القناة